سوف يتضح معنى الهداية العلم أعزائي باتفاق كلمة المحققين من السنة والشيعة من علماء المسلمين أن العلم وتحصيل العلم ووسائل تحصيل العلم يمر من خلال طريقين الطريق الأول وهو الذي يصطلح عليه بعلم الدراسة ما هو علم الدراسة أتصور واضح في ذهن الأعزاء يعني أن الإنسان إما يقرأ في كتاب إما يسمع من أستاذ إما يذهب إلى الدرس إما إما يعني الطريق تحصيل العلوم الحصولية الموجودة عندنا يعني تجلس عند أستاذ تتعلم منه شيء تسمع أستاذ تسمع كذا تتعلم منه شيء ما أدري تذهب إلى درس تقرأه كتاب إلى آخر هذا نحو من الدراسة وفي الأعم الأغلب طلبنا للعلم ينحصر بأي طريق بعلم الدراسة يعني العلم طبعا هذا العلم لا ينتج إلا مجموعة من المفاهيم في الذهن لا ينتج شيئا آخر مجموعة من الصور الذهنية التي قد تكون مطابقة للواقع الخارجي وقد تكون ماذا؟ مخالفة للواقع الخارجي الطريق الثاني وهو الطريق الذي يعبر عنه قرآنيا احفظوا لي جيدا هذه سأقرأ الآيات والروايات فقط الآن أردخليك في الصورة يعبر عنه قرآنيا بالعلم اللدني هو يصطلح عليه روائيا بالعلم الوراثي ومن هنا تجد أعلام المحققين قسموا العلم إلى علم الدراسة وإلى علم الوراثة علم دراسي أو درسي وعلم ماذا؟ علم إرثي افتح لي حاشي قوس ولهذا تجد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لذاك الذي ادعى علم تفسير القرآن قال وما ورثك الله من القرآن حرفة ممعلمك ممادر أبدا ما ورثك يعني العلم الذي عندهم علم ماذا؟ علم الوراثة والذي عند الآخرين ما هو؟ علم الدراسة وأين هذا من ذلك؟ هذا العلم أعزائي ينتج العلم الحضوري ليس العلم الحصولي هذا النحو من العلم ليس حصيلته المفاهيم والصور الذهنية حصيلته ماذا؟ العلم الحضوري الحقائق للمفاهيم والصور ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الشهودي أو الحضوري؟ ما هو الفرق؟ لا أقل واحدة من الفروق أعزائي خلي ذهنكم مهمة واحدة من الفروق أن العلم الحصولي قد ينفك عنه أثره ولكن العلم الشهودي لا ينفك عنه أثر أضرب لك مثال أنت جنابك إذا علمت أن السيجار مضر علمت علمته قد تترك شرب السيجار وقد ماذا؟ تستمر ولكن إذا أصبت بمرض حضال يقال لك إن لم تمتنع فأنت تموت تمتنع عن شرب السيجار أو لا تمتنع؟ تمتنع لماذا؟ لأن المرض صار حذورا عندك مو علم حصولي بالمرض علم شهودي ماذا؟ بالمرض ولذا قالوا أن العلم الحصولي أثره قد ينفك ماذا؟ عنه يعني قد تعلموا الشيء حرام ومع ذلك تفعل تقرأ في القرآن يأكلون أموال ليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا مع ذلك تأكل ماليا تقول إن شاء الله أصالة البراء أو أصالة أما الذي يعلم العلم الحضوري يعني يحترق في بطنه نارا هذا يمتنع أو لا يمتنع؟ نعم يمتنع لأن أثره ملازم له ومن هنا نحن في كتاب العصمة أرجعنا علم النبي أو الأنبياء والأئمة أرجعناه إلى علم حضوري فلهذا لا ينفك عنه أثره فالعصمة مطلقة هذا بحث الآن ما رد أدخل فيه سيدنا من قال من أعلام المسلمين؟ أعلام مسلمين كثيرين قالوا هذا